السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبب حسف مرتضى منصور بين التهديد للتحاد الكرة وتفاصيل المهلة الأخيرة كشف مرتضى منصور رئيس نادي أزمالك عن أسباب حسفه بين التهديد لمسؤولي اتحاد الكرة الذي نشره بالأمس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك على خلفية الأزمة والجدل الأخير والذي أسيرة بسبب عدم تأكيد قيد سلاسي أزمالك الجديد نتيجة عدم دفع المستحقات مما أثار الكلام الكثير حول مدى قانونية عمليات القيد مرتضى منصور خلال تصريحات له أكد أنه عقب نزول البيان تلقى اتصالات من مسؤولين طلبه بتأجيل هذا الأمر خاصة أن الفيديو الذي كان سوف يزيعه يحتوي على فضيحة كبيرة تكشف عن مؤامرة ضد الزمالك وواصل أنه يمنح الجميع مهلة حتى اليوم الخميس للتراجع عن موقفهم من من قيد صفقات الفريق وإلا سوف يفضح ما داخل جدران اتحاد الكرة وما حدث على خلفية تلك الأزمة على حد قول وتصريحات مرتضى منصور ترجمة نانسي قنقر